من أخبار مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة نروح لأخبار مجلس الوزراء لأن إمبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع تابع في الخطط الاستراتيجية لاستخراج وتوفير خام الفوسفات علي الجودة وقال لرئيس الوزراء أن الدولة بتشغل ويتعمل حاليا على إدارة الثروات المعدنية بالشكل الأمثل لها وده من خلال استخراج المواد الخام وتصنعها وفقا لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بتنفيذ مشروعات تحقق القيمة المضافة من خام الفوسفات كمان الدكتور مدبولي تابع مبارح ملفات عمل وزارة التجارة والصناعة وأكد رئيس الوزراء على أهمية النهوض بالصناعة الوطنية عشان تقدر أنها تلبي احتياجات السوق المحلية والتصدير وده بطبيعة الحال هيساهم في تقليل فطورة الاستراض ودعم الاقتصاد الأزمة الروسية الأوكرانية بتلقي بظلالها على العالم كله ما فيش حد بعيد عن دائرة التأثير والتأثر عشان كده مبارح رئيس الوزراء عمل اجتماع مع طارق عامر محافظ البنك المركزي علشان متابعة الموقف في ضوء المستجدات العالمية وأحداث الأزمة الروسية الأوكرانية تم خلال الاجتماع لطمئنان على وجود التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية بما يساهم في توافرها بالأسواق وتخطي هذه الأزمة العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر